حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامل قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بن تقيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكن حتى يحل الأجال قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلان انطلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكن والنافقة فأرسل إليه فقال ملاك والابنتي آل قيس قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظري يا أبنت آل قيس إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن أخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث إليها أنزلي على أبني أم مكتومين فإنه أعمال ياركي ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال لا تنكحين من هو أحب إلي منه فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت قالت فأنكحني أسامة بن زيد قال فلما أردت أن أخرج قالت أجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصل صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس فقال اجلسوا أيها الناس فإني لم أقم قام هذا لفزع ولكن تميما الدارية أتني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرني أن رهتا من بني عمه ركبوا البحر فأصبتهم ريح عاصف فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قويرب بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو هو أو أمرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام قالوا ألا تخبرونا قال ما أنا بمخبركم ولا بمستخبركم ولكن هذا الدير قد رهقتموه ففيه من هو إلى خبركم بالأجواق أن يخبركم ويستخبركم قال قلنا فما أنت قال أنا الجسسة فانطلقوا حتى آتوا الدير فإذا هم برجل مثثق شديد الوثاق مظهر الحزن كثير التشكي فسلموا عليه فرد عليهم فقالا ممن أنتم قالوا من العرب قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم بعد قالوا نعم قال فما فعلوا قالوا خيرا آمنوا به وصدقوه قال ذلك خير لهم وكانا له عدو فأظهره الله عليهم قال فالعرب اليوم إلههم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة قالوا نعم قال فما فعلت عين الزغر قالوا صالحة يشرب منها أهلها لشفتهم ويسقون منها زرعهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا صالح يطعم جناه كل عامين قال فما فعلت بحيرة الطبرية قالوا ملأ قال فزفرا ثم زفرا ثم زفرا ثم حلفا لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرضا من أرض الله إلا وطئتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا أنتهى فرحي ثلاث مرار إن طيبة المدينة إن لها حرم حلمي على الدجال أن يدخلها ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والذي لا إلها إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا في جبل جبل إلا عليه ملك شهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها قال عامر فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نحو المشرق قال ثم لقيت القاسم ابن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت الحرماني عليه حرام مكة والمدينة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن داود يعني ابن أبي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين مسرعا فصعيد المنبرى ونودي في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال يا أيها الناس أني لم أدعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة ولكن تميما الدارية أخبرني أن نفرا من أهل فلسطين ركبوا البحر فقضفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدبة أشعر ما يدرأ ذكر هو أم أنثى لكثرة شعره قالوا من أنت فقالت أنا الجسسة فقالوا فأخبيرينا فقالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم وإلى أن يستخبركم فدخلوا الدير الدير فإذا رجل أعور مصفد في الحديد فقال من أنتم قلنا نحن العرب فقال هل بعث فيكم النبي قالوا نعم قال فهل أتبعته العرب قالوا نعم قال ذلك خير لهم قال ما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا لم يظهر عليها بعد فقال أما أنه سيظهر عليها ثم قال ما فعلت عين زغر قالوا هي تدفق ملأ قال فما فعل نخل بيسان هل أطعم قالوا قد أطعم أوائله قال فوثب وثبت حتى ظننا أنه سيفلت فقلنا من أنت قال أنا أدجال أما أني سأطأ الأرض كلها غير مكة وطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا معشر المسلمين هذه طيبة لا يدخلها يعني أدجال حدنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي بكري بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بن تقيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفصي بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل إلي خمسة آصع شعير فقلت ما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد إلا في بيتكم قال لفشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدقة ليس لكن فقط وعتد في بيت ابن عمك ابن أم مكتومين فإنه ضرير البصري تلقين ثيابك عنك فإذا أنقضت عدتك فآذنين قالت فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو جهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إن معاوية ترب خفيف الحالي وأبو جهمين يضرب النساء ولكن أي فيه شدة على النساء عليك بأسامة ابن زيد أو قال إن كحي أسامة ابن زيد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميمين مولى فاطمة عن فاطمة بنت قيس بنحوه حنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكري بن أبي الجهمي بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول طلقني زوجي ثلاثا فما جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة حثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن أم مكتومين حثنا وكيع عن سفيان سمعه من أبي بكري بن أبي الجهمي فاطمة بنت قيس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحلت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية بن أبي سفيانا وأبو الجهمي وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا ما لا لهوى أما أبو الجهمي فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة قال فقالت بيدها هكذا أسامة تقول لم ترده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطته حثنا وكيع عن أبي عاصمين عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال هي طيبة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكن ولا نفقة قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسوادي بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لاك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالا ليس لكن فقط عليه فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالا تلك امرأة يغشها أصحابي فعتد عند ابن أم مكتومين فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حلت فآذنيني فلما حلتوا ذكرتوا له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه وأما معاوية فصعلوك لا مالا له أنكحي أسامة بن زيد حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسودي بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن فاطمة بن تقيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فذكر معناه وقال إنكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال إنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا حسن أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بن تقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكن ولا نفقة قال حسن قال السدي فذكرت ذلك لإبراهيم والشعبي فقال قال عمر لا تصدق فاطمة لها السكن والنافقة حسن عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حجاج بن أرطاط قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال حدثتني فاطمة بن تقيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكن ولا نفقة حسن عفان حدثنا حماد بن سلم قال أخبرنا داود عن عامر عن فاطمة بن تقيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين مسرعا فصعد المنبر فنودي في الناس الصلاة جامعة واجتمع الناس فقال يا أيها الناس أني لم أضعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة ولكن تميما الدارية أخبرني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا البحر فقضفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر لا يدرأ ذكر أم أنثى من كثرة شعره فقالوا من أنت فقالت أنا الجسسة قالوا فأخبيرينا قالت ما أنا بمخبرتكم ولا بمستخبرتكم ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم ويستخبركم فدخلوا الدير فإذا رجل ضرير ومصفد ومصفد في الحديد فقال من أنتم قلنا نحن العرب قال هل بعث فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم قال فهل اتبعه العرب قالوا نعم قال ذاك خير لهم قال ما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا لم يظهر عليها بعد قال أما أنه سيظهر عليها ثم قال ما فعلت عين زغر قالوا هي تدفق ملأ قال فما فعلت بحيرة طبرية قالوا هي تدفق ملأ قال فما فعلت نخل بيسان هل أطعم بعد قالوا قد أطعم أوائله قال فوثب وثبتا ظنن أنه سيفلت فقلنا من أنت قالا أنا أدجال أما أني سأطأ الأرض كلها غير مكة وطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر معشر المسلمين فإن هذه طيبة لا يدخلها أدجال حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكري بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيص قال فقال اطلقني زوجي فلم يجعل لي سكن ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة تمر قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ذاك له قال فقال صدق فأمرني أن أعتد في بيت فلاء قال وكان طلقها طلاقا بائنا حنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيص قال كتبت ذاك من فيها كتابا فقالت كنت عند رجل من بني مخزومين فطلقني البتة فأرست إلى أهله أبتغي النفقة فقال ليس لك علينا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة أن تقل إلى أم شريك ولا تفوتني بنفسك ثم قال إن أم شريك يدخل عليها أخوتها من المهاجرين الأول أن تقل إلى أبني أم مكتومين فإنه رجل قد ذهب بصره فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا قالت فلما حلت خطبني معاوية وأبو جهم بن حذيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فعائل لا مال له وأما أبو جهمين فإنه رجل لا يضع عصاه عصاه عن عاثقه أين أنتم من أسامة ابن زيد وكان أهلها كره ذلك فقالت قالت لا أمكح إلا الذي دعاني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكاحته حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أخو بني عامري بن لؤين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أخت الضحك بن قيس قالت كنت عند أبي عمرو بن حفصي بن المغيرة وكان قد طلقني تطليقتين ثم إنه سار معا علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فبعث إلي بتطليقة الثالثة وكان صاحب أمره بالمدينة عياش بن أبي ربي عطاب بن المغيرة قالت فقلت له نفقة وسكنايا فقال ملاك علينا من نفقة ولا سكنا إلا أن تطول عليك من عندنا بمعروف نصنعه قالت فقلت لأن لأن لم يكن لمال به من حاجة قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وما قال لي عياش فقال صدقة ليس لك عليهم نفقة ولا سكن وليست له فيك ردة عليك العدة فانتقل إلى أم شريك أبنتي عمك فكوني عندها حتى تحلي قالت ثم قال لا تلك امرأة يزورها أخوتها من المسلمين ولكن انتقل إلى أبني عمك أبني أم مكتومين فإنه مكفوف البصر فكوني عنده فإذا حلت فلا تفوتني بنفسك قالت والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه قالت فلما حلت خطبني على أسامة ابني زيد فزوجنيه قال أبو سلمة أملت علي حديثها هذا وكتبته بيد حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبني إسحاق قال وذكر محمد بن مسلمين الزهري عن أبي سلمة سلمة عن فاطمة بنت قيس مثل ذلك حثن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصمي بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت ضحكي بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزومين فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها وانطلقت إلى أحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعما أنه شيء تطول به قال صدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقل إلى منزل ابن أم مكتومين مكتومين وقال أبي وقال الخفاف أم كلثمين فعتد عندها ثم قال لا أم كلثمين يكثر عوادها ولكن انتقل إلى عبد الله بن أم مكتومين فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فعتدت عنده حتى أنقضت عدتها ثم خطبها أبو جهمين ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أبو جهمين أخاف عليك قسقاسته للعصى أو قال أخاف قسقاسته للعصى وأما معاوية فرجل أخلقوا من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك حفن عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمري بن حفصي بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسلا إلى فاطمة بنت قيسن بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشمين وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لاكي من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما فقال له إلا أن تكوني حاملا واستئذنته للانتقال فأذنا لها فقالت أين ترى يا رسول الله قال إلى أبن أم مكتومين وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذئيب يسألها يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع به هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث حثنى علي بن عاصمين قال حسين بن عبد الرحمة حدثنا عامل عن فاطمة بن تقيسين أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فلم يجعل لها سكن ولا نفقة قال عمر بن الخطاب لا ندعو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت قال قال عامل وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتدى في بيت ابن أم مكتومين حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلمين الزهري أن قبيصة بن ذئي بن حدثه أن بنت سعيدي بن زيدي بن عمر بن نفيل وكانت فاطمة بن تقيسين خالتها وكانت عند عبد الله بن عمر بن عثمان طلقها ثلاثا فبعثت إليها خالتها فاطمة بن تقيسين فنقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة قال قبيصة فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضي عدتها قال فقالت لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك قالا ثم قصت علي حديثها ثم قالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله يقول الله عز وجل في كتابه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة واتقوهن وربكم لا تخرجوهن تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتنا بفاحشة مبينة إلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ثم قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن الثالثة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبسا مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى مروهن فأخبرته خبرها فقال حديث امرأة حديث امرأة قالا ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى أنقضت عدتها حفنه شيم عن مجالد عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيسن أن زوجها طلقها البتة فخاصمته في السكن والنافقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلم يجعل سكن ولا نفقة وقالا يا بنت أهل قيسن إنما السكن والنافقة على من كانت له رجعة حتى نحجاج قال حدثنا ليثن يعني ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن أبن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيسن أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمر بن حفصي بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتومين الأعمى فأبا مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة بنت قيسن حدثناه شيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث وابن أبي خالد وداود وحدثناه مجالد وإسماعيل يعني ابن سالمين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيسن فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكن والنافقة قالت فلم يجعل لي سكن ولا نفقة وأمرني أن أعتدى في بيت ابن أم مكتومين حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر عن فاطمة بنت قيسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها لا تنكحي حتى تعلميني حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيسن قالت طلقني زوجي ثلاثا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكن ولا نفقة وقال إنما السكن والنافقة لمن كان لزوجها عليها رجعة وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتومين الأعمى حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيسن قالت طلقني زوجي ثلاثا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت ابن أم مكتومين حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رسيق عن أبي اسحاق يعني السابيعية عن الشعبي عن فاطمة بنت قيسن قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تقل إلى بيت ابن عمك عمري وأبني أم مكتومين فعتد عنده حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمني أن فاطمة بن تقيسن أخبرته أنها كانت تحت أبي عمري بن حفصي بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فازتفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتومين الأعمى فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وزعم عروة قال قال فأنكرت ذلك عائشة على فاطمة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد عن عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بن تقيسن فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية فقال لي أخوه اخرجي من الدر فقلت إن لي نفقة وسكن حتى يحل الأجل قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكن والنا فقط فأرسل إليه فقال ملاك والابنتي آل قيسن قالا يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذري أي بنت آل قيسن إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن أخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث إليها أنزلي عند ابن أم مكتومين فإنه أعمال ياركي ثم قال لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أستأمره فقال لا تنكحين من هو أحب إلي منه فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت قالت فأنكحني من أسامة ابن زيد قال فلما أردت أن أخرج قالت أجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس فقال اجلسوا أيها الناس فأني لم أقوم قام هذا لفزع ولكن تميما الدارية أتني فأخبرني خبرا منعني من القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرني أن رهتا من بني عمه ركبوا البحر فأصبتهم ريح عاصف فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوير بسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون رجل هو أو امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا ألا تخبرنا فقال ما أنا بمخبركم ولا مستخبركم ولكن هذا الدير قد رهقتموه ففيه من هو إلى خبركم بالأجواق أن يخبركم ويستخبركم قالوا قلنا ما أنت قالت أنا الجسسة فانطلقوا حتى آتوا الدير فإذا هم برجل مثثق شديد الوثاق مظهر الحزن كثير التشكي فسلموا عليه فرد عليهم فقال من أنتم قالوا من العرب قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم بعد قالوا نعم قال فما فعلت العرب قالوا خيرا آمنوا به وصدقوه قال ذلك خير لهم وكان له عدو فأظهره الله عليهم قال فالعرب اليوم إلههم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة قالوا نعم قال فما فعلت عين الزغر قال قالوا صالحة يشرب منها أهلها لشفتهم ويسقون منها زرعهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا صالح يطعم جناه كل عامين قال فما فعلت بحيرة الطبرية قالوا ملأ قال فزفرا ثم زفرا ثم حلفا لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرضا من أرض الله إلا وطئتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلى هذا أنتهى فرحي ثلاث مرات إن طيبة المدينة إن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخلها ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال الدجال أن يدخلها على أهلها قال عامر فلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه في نحو المشرق قال ثم لقيت القاسم ابن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت الحراماني عليه حرام مكة والمدينة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء ذات يومين مسرعا فصعد المنبرة ونودي في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال يا أيها الناس أني لم أدعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميما الدارية أخبرني أن نفرا من أهل فلسطين ركبوا البحر فقضفا بهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر لا يدرى ذكر هو أم أنثى لكثرة شعره فقالوا من أنت فقالت أنا الجسسة فقالوا فأخبيرينا فقالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم وإلى أن يستخبركم فدخلوا الدير الدير فإذا هو رجل أعور مصفد في الحديد فقال من أنتم قالوا نحن العرب فقال هل بعث فيكم النبي قالوا نعم قال فهل اتبعه العرب قالوا نعم قال لذاك خير لهم قال فما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا لا قال أما إنه سيظهر عليها ثم قال ما فعلت عين زغر قالوا هي تدفق ملا قال فما فعل نخلو بيسان هل أطعم قالوا نعم أو إله قال فوثب وثبتا حتى ظننا أنه سيفلت فقلنا من أنت فقال أنا أدجال أما أني سأطأ الأرض كلها غير مكة وطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر معاشر المسلمين هذه طيبة لا يدخلها